اكد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على ان مملكة البحرين تسير بخطوات ثابتة في مجال حقوق الانسان واحترام الحريات والتي هي نتاج نهج ورؤية مستنيرة لجلالة الملك المفده ومشروع جلالته الاصلاحي الذي تضمن اسمى قيم ومبادئ حقوق الانسان باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية والتقدم جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى اليوم سعادة السيد ديفيد مكالستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي ونوه معالي رئيس مجلس الشورى بما تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من استراتيجيات وخطط أسهمت في تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان بما جعل مملكة البحرين نموذجا ومثالا في بلوغ مستويات عالية في تطبيق النظم والآليات التي تهدف إلى ضمان الحقوق بمختلف صورها وأشكالها من جانبه أعرب سعادة السيد ديفيد مكالستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين مؤكدا اهتمام الاتحاد الأوروبي وقيادته لإقامة علاقات مشتركة وإعلان استراتيجية تعاون جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي يكون أساسها التعاون المتبادل